دكتور محمد سعيد نصرو المرشد الديني والتربوي أهلاً وسهلاً فيك دكتور أهلاً فيك أحياك أهلاً ويساعد مساك وجميع أوقاتك أهلاً وسهلاً يعني خلينا نحكي عن المشهد الحالي نوصفه بشكل عام نحكي كيف العلاقات الأسرية ما بين الأخوان ما بين خلينا نحكي التواصل ما بين الأخوان مع الأب والأم الوالد والوالدة في الوقت الحالي أنت كيف بتشوفها دكتور بداية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الحقيقة يعني وصف الحال والواقع من بيئة لبيئة بيختلف من أسره لأسره ممكن يكون مختلف لكن بشكل عام اليوم ملهيات الحياة ومشاغل الحياة ومشكلات الحياة وتحديات الحياة جعلت كثير من الروابط تتفسخ يعني وتبتعد بعضها عن بعض خصوصاً رابطة الأخوة رابطة الصداقة روابطة الزوجية الآن أصبحت لم تكن كسابق عهدها عفوا في السابق لأنه في السابق كانت يعني غايات الاستمتاع وغايات الجمعات هي هي تواجد الإخوة مع بعضهم والبعض الجيران مع بعضهم والبعض تجمع العائلي اليوم هذه المشاغل والملهيات صارت تجعل كل واحد إيه؟ زي ما تحكي بحاله صارت اسمها مواقع التواصل الاجتماعي على التلفونات على الأجهزة وفي الحقيقة فيه تباعد اجتماعي يعني أنا إذا بدأ أوصف الواقع الآن هو تواصل مع أجهزة إلكترونية وتباعد على الواقع ممكن يكون الأخ بينه وبين أخوه بس مترين في البيت فهو بكتب له تهنئة وتبريك على الفيسبوك ولما يعد من جنب بيته ما بيرن على الجرس يسلم عليه يعني هو الآن تواصل على الأجهزة الإلكترونية وتباعد على أرض الواقع طبعا إحنا بنحكي هذا في العموم لكن في بعض الناس لست محافظين على بعض العادات في عندهم جمعات كل أسبوع كل نهاية أسبوع زي ما بدأت الحلقة كل يوم جمعة بيجتمعوا الإخوان عند أمهم وأبوهم بيتغدوا مع بعض بتناقشوا في أمور العائلة في بعض العائلات عندهم ديوان العائلة بيجمعوا بعضهم البعض فيها كل فترة من الزمن بتناقشوا في أمور العائلة والأصل أنه إحنا نظل في هذا الإطار الواقع الجمعات الواقعية جميل يعني صراحة هذا الختام اللي ختمنا فيها حديثك دكتور جدا رائع اجتماعنا نهاية الأسبوع عند البيت العائلة الكبير سواء الجد أو الجدة أو حتى الأب والأم يعني هذا بيعكس أدش فعلا أنه لسا الروابط الأسرية موجودة لكن هذا قل ما نسمع فيه بالوقت الحالي ويعني ما بنا نحكي أنه اختفى فيه عوائل لسا للآن نزالة أكيد أكيد شو هي الأسباب اللي بتبعد الناس عن التواصل دائماً منسمع جملة أنه البعد راحة ما تسكن جنب حدا بعز عليك قريب لأنه ممكن يصير فيه مشاكل وخليك تبتيجي ضيف أحسن ما تكون كتير منسمعها هاي الجمل وأنه كمان كتير كانوا مع بعض جنب بعض كلهم تساروا خلافات ايش اللي بيولد هذه الخلافات بالنهاية هم إخوان عاشوا في نفس الأسرة أكلوا من نفس الطبق عاشوا بنفس تفاصيل الحياة ممكن لبسوا نفس ملابس بعض فهاي الملامح بتخيل أنها بتساعد وتعطي أصل للإنسان بأنه يكون هذا الإشي متعلق فيه برغم كل المتغيرات في الحياة لكن الناس بتتغير والإخوان بيتغيروا على بعض شو الأسباب باعتقادك تكتوري؟ شوفي الحقيقة هناك عدة أسباب وعدة عوامل وأي مشكلة اجتماعية بتم رصدها لابد أنه يتم رصدها من عدة عوامل ما منقدر نحصر المشكلة الاجتماعية بسبب واحد معين أو عامل معين لكن أبرز هذه العوامل إحنا ما منقدر نلخصها كلها أبرز هذه العوامل اللي هي كثرة المشاغل ومشكلات الحياة ممكن الظرف الاقتصادي يكون عامل من العوامل فكل إنسان مشغول بتحصيل رزقه وماله ومعيشته فمنهم اللي بيتغرب بيسافر من البلد اللي هو بيكون فيها إلى بلد آخر عشان الرزق فالظرف الاقتصادي يعني كان عامل رئيسي أيضا فيه يعني خلينا نحكي تخفيف هذه الروابط بديش أحكي تقطيعها أو تفسخها لكن العامل الاقتصادي ممكن أيضا عامل الملهيات والمشاغل اللي حكينا عنها مواقع التواصل الاجتماعي صار يعتبر أنه مجرد أنا ما أبعت مسيج أو أتكلم على المسنجر مكالمة فيديو خلص أنا قمت بواجبي فما فيه داعي أروح عنده أو أزوره أو أتطمن على حاله وخلص كله واضح ولو عنده أي مشكلة بنزل على الفيسبوك فأنا بشوف مشاكل وإحنا الفيسبوك فممكن تكون هاي عامل من العوامل أيضا ممكن غياب الوعي غياب بعض القيم بسبب يعني خلينا نحكي التوعية الثقافية أجهزة الإعلام إلها دور في توعية الناس وإعادتهم وإعادة برمجة عقولهم إلى زرع وغرس هذه القيم اللي هي صلة الرحم والتواصل والترابط والتعاون والتعاضد لما رب العالمين سبحانه وتعالى قال في سورة القصص عن سيدنا موسى قال سنشد عضدك بأخيك نعم فالأخ يشد به العضد والأخ يكون عونا لأخيه سندا لأخيه لكن أجهزة الإعلام لها دور في التوعية يعني ممكن يكون غياب التوعية غياب الثقافة في هذه المسائل كونه صار في عنا مشكلات أخرى ممكن يكون خلينا نحكي المشاكل السياسية إلى دور بعض المشاكل السياسية قد تتسبب في تفكيك هذه الروابط لكن الحقيقة السبب الرئيسي الذي أراه هو غياب الوازع الديني الديني آه طبعا لأن الدين جاء لربط هذه الأواصر لجمع هذه الأواصر لتعزيز هذه الأواصر خصوصا آسرة الأخوة فغياب الوازع الديني أو غياب الوازع الضمير والنفسد من الداخل يسبب هذا الشيء جميل خلينا نحكي عن صلة الرحمة بين الإخوان للأخوات في جملة مرة قرأتها أو مثل من سيدة يعني هي على مواقع التواصل الاجتماعي كتبتها أنه بما معناه في وقت أيام العيد أنه ذكرت مثل وما كانت تقصد فيه إخوانها أنه من العيد للعيد لنشوف الكعك بالعيد وهذا مثل عامي بيحكو عنها بس أنه بما معناه كانت تقصد أنه هي مثلا إخوانها أداش هي مرتبطة ومتعلقة فيهم لكن هي ممكن ما بتشوفهم غير بالمناسبات يعني من العيد للعيد ليجيزوا هو يتفقدوا أحوالها برغم أن الوقت الحالي يعني بحس الظروف الاقتصادية صعبة الظروف المعيشية صعبة على الناس الناس يعني مش كلها مرتاح كل واحد عنده همه وشغله في بيته صحيح فبتخيل أنه إحنا مفروض نكون مرتبطين أكثر في بعض منسأل على بعض أكثر منتطمن على بعض أكثر حتى الظرف المادي ممكن صار كتير قاسف على بعض المسر والعوائل وخصوصا بعد جائحة كورونا نعم كيف مفروض تكون علاقة الإخوان مع أخواتهم والله أشوفي علاقة الإخوان مع الأخوات يعني لا ترتبط فقط في الزيارات أو لا ترتبط فقط في المساعدات المالية هي علاقة روحية أكثر من ما إنها تكون علاقة مادية يعني هي علاقة معنوية علاقة في القلب أكثر مما تكون علاقة مادية أو علاقة علاقة زيارة وزيارة وأردله زيارة وهو يزورني ممكن نكون إحنا قريبين من بعض ومن نتزاور لكن القلوب متباعدة متنافرة صح مي بالمية فعلاقة الأخوة هي علاقة قلوب متقاربة قبل أن تكون أجساد متقاربة صح وهذه القلوب متعلقة بذكريات متعلقة بمشاعر أحاسيس جميلة كنا نشعرها بالصغر من ناحية كنا نلعب مع بعض نأكل مع بعض زي ما تفضلت كنا ناكل من نفس الطبق نلبس نفس اللبس فهذه كلها تسبب بعض المشاعر في القلب التي تجعل الأخ قريب من أخه فالأصل أن تكون علاقة الأخ بأخته أو الأخت بأخوها علاقة محبة مودة علاقة أن يحب الخير لأخته وأن تحب الخير لأخيها لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه وهو مقصود الأخ الأخ ومقصود أيضا الأخ في الإنسانية وفي الدين وفي الإسلام لكن الأخ من باب أولى هو الأخ من رحم واحد لذلك قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الأرحام هنا صلة الرحم بالأخوة فالأصل أن تكون علاقة قلبية مبنية على المحبة مبنية على المودة مبنية على السكينة فممكن الأخ يسأل عن أخته ممكن إذا هو ما قدر يوصلها لبعد المسافة أو لظرف اقتصادي معين ممكن يتطمن عليها من خلال التلفون إذا ما قدر يتطمن عليها من خلال التلفون ممكن يدعو لها أقل الواجب وأضعف الإيمان بينه وبين حاله يدعي لها يتمنى لها الخير يفرح لفرحها يحزن لحزنها ليش بتختلف من شخص لآخر يعني مثلا تلاقي إخوان سبحان الله تلاقي واحد فيهم مثلا هو معروف عنه الحنون بتوصل مع الكل بتفقد الكل الثاني بتلاقي لا فيه خوان مثلا بتشوفهم مغتربين بارات البلد مثل ما ذكرت يعني المسافة بعيدة بس القلوب مرتبطة صحيح لأي مثلا هلأ بإحنا بوقت يعني فيه المكالمات صارت عن طريق الإنترنت مالشانا صحيح يعصار كله يتواصل ويحكي كأنهم موجود قريب بنفس البلد صحيح فتلاقي مثلا ممكن بتواصل أكثر من أخ موجود جنب أخته الثاني صحيح هذا القرب هذا مثلا العلاقات اللي بالنهاية هم يكونوا معاش في نفس البيت وتربوا نفس التربية طب ليش بتختلف من أخ لآخر لأن الله سبحانه وتعالى فطرنا على الاختلاف والقلوب مختلفة من قلب إلى قلب ويستحيل التشابه زي ما أصابع الإيد الواحدة تختلف حتى بصمات اليد تختلف والله سبحانه وتعالى فطر هذه القلوب على الاختلاف وسماها قلوب لتكثرة تقلبها تتقلب الأغيار على القلب كثيرة فمرة بكون الإنسان حزين مرة بكون مزاجه رائق مرة بكون مزاجه معكر مرة بكون بحب هذا الفعل فجأة بصير يكرهه مرة بكون جعان مرة بكون شبعان فالأمزجة تتغير على الإنسان فممكن أنه يتغير من طبع إلى آخر لكن هناك في صفات يجبل عليها الإنسان جبلا بتكون هي من صفاته الأصيلة اللي مش ممكن يتغير فالحنون بظل حنون ما رح يصير فجأة قاسي والقاسي رح يظل قاسي ما رح يصير حنون لكن تعبير عن الحنان مختلف من شخص إلى آخر فممكن حنون بعبر عن حنانه مثلا بالهدايا بعبر عن حنانه بالكلمات المعبرة عن هذا الحنان وعن هذا الحب ممكن حنون آخر يعبر عن حنانه بالابتسامة بالسؤال بالمودة بالتواصل يعني بأي شيء فكل إنسان بيعبر عن طريقة مشاعره بطريقة مختلفة حتى الحب بحكولك لغات الحب فكل إنسان بيعبر عن لغته عن الحب بلغته المعين اللي هو بيشوفها إنه هاي الطريقة اللي أنا بقدر أعبر فيها عن حبي فينا مثلا المقابل الشخص المقابل أنا بدي هذا الإنسان بما إنه حنون يعبر لي عن حنانه بإنه يزورني مش إنه يعبر لي عن حب بس إنه مثلا يحكي معي أو يحكي لي كلام حلو أو إنه يدعي لي أو إنه يتمنى للخير أنا بدي إياه يزورني لكن هو طريقته في التعبير إنه أنا بتمنى الخير بحاول أساعد هي فمن شخص إلى شخص مختلف لكن الحقيقة الأصل أن يكون هناك شيء مشترك بين الجميع اللي هو أهم شيء القلب القلب من الداخل نركز على موضوع القلب من الداخل أنا هذا النقطة بدي أركز عليها الآن يعني في بعض الأشياء أنت بتحكي لي إنه هذا الشخص بيكون حنون هذا الشخص بيكون مثلا يعني هذا أكيد بالأساس كمان موجود فيه هل هذا الإشي بيكون بالفطرة داخليا ولا هو في أشياء بنهج الأسرة والتربية بالأب والأم يعني على سبيل المثال أنا هلأ مثلا عنتي ولدان صغار في البيت مثلا بنتي الأربع سنين إذا أبدأ أحد يعطيها أي شيء لازم تأخذ لأخوها أخوها نفس الإشي بس أنا ما علمت هذا الإشي هل هذا الإشي موجود بالفطرة ولا إحنا مفروض مثلا نهج الأب والأم يكون بالتربية هيك بهذا الإطار حلأ شوفي من ناحية علمية ممكن شيء يكون موجود في الجينات مقتسب وراثي وممكن يكون هذا الشيء يعني شيء مجبول عليه هذا الإنسان حتى لو ما كانت التربية في هذا الطبع المعين يعني شيء هو مجبول عليه بالفطرة ولو بحثنا مثلا في الدراسات العلمية سنجد أنه هذا الشخص مثلا حنون لكن أنا مثلا في البيت ما في حدا حنون حوالي مثلا فهذا الحنان من وين اكتسبه يبحثوا مثلا في سلسلة الجينات ممكن هذا يكون له جد في سابق الأيام كان حنون له خال له عم فهذه مثلا من ناحية علمية هلأ من ناحية دينية النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل أو جاء له قوم وفد من السفر فكانوا هذول الوفد دخلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام مستعجلين وكلهم كانوا شعف غبر إلا واحد هذا الواحد أول ما وصل الوفد مسك الناقة ربطها في الشجرة بهدوه راح اغتسل لبس أجمل ثيابه مشت شعره بهدوء تعطر تطيب ثم دخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام سرش كثيرا به قال إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله قال ما هما يا رسوله قال الحلم والأنا يعني عندك الحلم والأنا والتأودة يعني مرتب فقال له يا رسول الله هاي للشاهد هي هذول أنا اكتسبتهم ولا جبلت عليهم يعني أنا حدا رباني عليهم ولا هيك رب العالمين خلقني قال له بل جبلت عليهم يعني هيك رب العالمين خلقك هيك طبعك يعني هيك رب العالمين سبحانه وتعالى كون تكوينك النفس من الداخل صح ففي إنسان رب العالمين بيكون تكوينه النفس من الداخل هيك يعني مثلا لو إجينا نطلع خصوصا بين الإخوة سيدنا آدم و أمنا حواء عليهم السلام خلفوا أبنا هابيل وقابيل الآن نفس البيئة بنفس الظروف نفس الأب ونفس الأم ونفس التربية ولا أعتقد أنه سيدنا آدم كان ميز واحد على واحد فواحد طلع خير وواحد طلع شر وواحد قتل أخوه فإذن الفكرة أنه في إنسان يجبل على الخير وفي إنسان يجبل على الشر والإنسان مطلوب منه أن يسعى إلى الخير الإنسان مطلوب منه أن يختار الخير مطلوب منه أن لا يكون شريرا ففي عوامل بيئية في عوامل خلينا نحكي تربية في عوامل نوازع نفسية داخلية في شيطان هذا الشيطان دائما عشان نعرف إحنا خطة الشيطان وين في أواصر مودة ومحبة وأخوة وترابط بحاول يفسخها حتى إنه سيدنا يوسف عليه السلام لما جاء بإخوته من البدو جاء بإم وأبوه قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي فاللي نزغ بين سيدنا يوسف عليه السلام وإخوته والشيطان ويحاول أن يفسخ هذه الروابط الشيطان الشيطان الذي أوقع بين هابيل وقابيل الشيطان أوقع بينهم النوازع الداخلية فلذلك الإنسان عليها أن يكون حريصا متنبها أن هذه الروابط لابد الروابط خصوصا التي أوصان الله بها في روابط وصان الله سبحانه وتعالى عليها لابد أن نعززها بالخير والمحبة والمودة والسكينة بالنصح يعني الخير دائما يعزز بالخير والشر يمحى بالخير نعم جميل جدا يعني في جملة شوي قاسية بعتبرها أنا اللي هي أنه إحذروا قطيعة الرحمة فإنها تورث يعني هي بتتورث للأولاد صحيح مفروض أنه مثلا أنا لما بدي أربي أولادي أنهم يكونوا متواصلين مع بعض ويديروا بالهم مع بعض يشوفوني أنا وإخواني هيك يشوفوا أبوه هيك مع إخوانه مع أخواته فكيف ممكن إحنا نوصل رسالة اليوم لكل أب وأم يشوفونا أنه كيف ممكن أنهم يتواصلوا يعني كأب يكون مثلا قدوة أمام أولاده بيتواصلوا مع أخواته مع إخوانه يعني هم الأعمان بالنسبة أو الخالات والأخوال بالنسبة من جهة الأم لحتى فعلا هذا النهج ظل مستمر يعني أنا ما بتخيل أنه فيه إنسان عاش طول عمر بيشوف أبو أمه بيوصلوا أحبابهم وأخوانهم وهو ما يوصل أخته بس كبر لأنه هو شاوف هذا الإشي وتربع عليه بالنهاية صحيح يعني شوفي هي عامل من عوامل التربية السلوك سلوك الأب وسلوك الأم أمام الأبناء هو اللي بيورثهم هذا السلوك اللي سواء كان خير أو شر نعم فبنا ننتبه كأباء وأمهات إنه الأبناء ما بتأثروا بالكلمات والأوامر المباشرة يعني مثلا الأم بتجي بتحكي لأبنها لازم تحب أختك لازم توصل أختك لازم تطعم أختك لازم تدير بالك عليها هاي الأوامر يعني ممكن يستقبلها وممكن ما يستقبلها يعني 3% بتوصل إليه أكتر من هيك ما مستحيل توصل الأوامر المباشرة طيب أنا كيف ممكن أوصل له إنه لازم يحب أخته يشوف مني سلوك يشوف مني هذا السلوك الأوامر الغير مباشرة مثلا إذا أنا ما بقدر أوصل أختي قدامه عشان هو يشوف فممكن أتكلم أنا وأبو عن الموضوع بس ما أوانجه له الكلام بشكل مباشر فمثلا بقعد بحكي مع زوجي بحكي له الإنسان اللي بيوصل أخته إنسان رب العالمين بحبه بده يدخل الجنة رب العالمين يحب واصلين الأرحم هو ما بيسمع الكلام إليه بشكل مباشر هو سامع الأب والأم فاتحين موضوع بينهم حوار فهو بيتأثر بالحوارات الغير مباشرة أكثر من الحوارات المباشرة الطفل يتأثر بالسلوك الغير مباشر إليه أكثر من السلوك الموجه إليه فبتلاقي الطفل بيقلد أبوه في السلوك اللي أبوه بيتصرفه بدون ما ياخد باله صح البنت بتقلد أمها في السلوك اللي أمها بتتصرفه بدون ما تاخد بالها إنه بنتها شايفتها ففجأة بتفوت على الغرفة بتلاقي بإمها البنت قاعدة بتحط حمراء وبتتكحلوا مع أنه أنا كأم ما جابت البنت حكتنا تعالي أعلمك بس البنت الآن بتقلد الأم قدوة أيوة فهو الآن إذا بدي أعلم ابني صلة الرحم لازم يشوفني أنا بوصل الرحم يشوفني برن بمسك التلفون بحكي مع أخوي كيف حالك يا أخوي شو أخبارك كيف صحتك كيف حال ولادك كيف حالك ياختي هلأ ابني لما يكبر بكون هو تكتسب هذا السلوك من سلوك أبو اكتسب هذا الخلق من خلق أبو ولذلك قطعت الأرحام الله سبحانه وتعالى سماها إفساد في الأرض قال فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فالآن الإفساد في الأرض تقطع الأرحام ليه لأنه بسبب العداة وبسبب البغضاء بسبب الشحناء بعدين دائما إحنا كنا وإحنا صغار نسمع قصة الحزمة والعود إذا انفرد بينكسر والحزمة إذا اجتمعت بتكون قوية وفعلا هذه قصة يعني كثير مهمة جدا نربي أبنائنا عليها لأنه تفسخ علاقة الأخوة بيخلي الغريب يدخل بيننا بيخلي الناس توقع بيننا الأصل هناك ثلاث أمور لابد أن أتجنبها حتى لا أوقع بيني وبين إخوتي الأمر الأول أن لا أسمع لأحد يكلمني عن أخي بسوء شو مكان هذا الإنسان قريب مني؟ شو مكان قريب مني؟ الأخ ما يسمع من زوجته؟ شو مكان الحكي صحيح؟ شو مكان الحكي صحيح؟ الآن إخوان قاعدين فزوجتي مثلا أو زوجة الأخ الثاني تحكي له والله أخوك عمل هيك هيك فأنا إذا بدي أسمع من زوجتي ضد أخوي معناته أنا عملت تفسخ تفكيك لهذه الرابطة فما أسمع لأي أحد يريد الإيقاع بيني وبين أخي حتى لو كان ابني حتى لو كانت زوجتي حتى لو كانت بنتي ما أسمع خلص لا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحدثوني عن أصحابي فإني أريد أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر فالواحد لازم يكون سليم الصدر بينه وبين إخوانه أنا ممكن أسمع المشكلة لكن ما أحسس الشخص الآخر أنه أنا معك ضد أخوي لا أنا مع أخوي ضدك أنت بتحكي لي كلام عن أخوي تريد أن تغور صدري عليه ما بصير سواء كنت ابن أو كل لأنه مرات الابن بيقول له يا أبا شفت عمي شو عمل شفت عمي بده ياخد حقك في الميراث شايف عمي شو بيعمل شايف أولاد عمي شو يحمل هذا الحمل على قلبه لأصل هذه النقطة الأولى ألا أسمع لأحد يكلمني عن أخي بسو لأنه علاقة الأخوة لا تعوض بصراحة علاقة الأخوة لا تعوض يعني لما سئلت امرأة عن بدهم يعدموا زوجها ولا ابنها ولا أخوها قالت الولد مولود والزوج والأخ لا يعود والزوج مفقود والأخ لا يعود الزوج ممكن الوحدة تتطلق وتتزوج غيره والولد ممكن يتجيب غيره بس الأخ من وين تتجيب غيره فالأخ ما بيرجع فعلاقة الأخوة الأمر الثاني بعد أن لا أسمع بسؤل أخي الأمر الثاني أن أعذر أخي أن أعذره يعني كيف أعذره أني ما أحمل عليه في قلبي شيء وأنا قلت لك أهم شيء علاقة الأخوة هي علاقة قلبية أن أعذره حتى لو صدر منه سو حتى لو صدر منه شر أن أعذره وألاقي له عذر أنه هو تصرف هذا التصرف ربما كذا خصوصا للنساء أعذر أخوي أنه ما بيجي عندي لأنه ممكن مشغول ممكن كذا أعذر أخوي أنه ما قدر مثلا نساعدني في هذا الموقف ممكن إله ظروف والخال حاول بقدر الإمكان أجد عذر لأخي ونفس الشيء الأخ يجد عذر لأخته والأمر الثالث اللهم صلى عليه سيدنا محمد العفو والمسامحة والصفح جميل جدا يعني إذا وصلنا إلى مرحلة لا بد أن نعفو ونصفح فأولى الناس بالعفو والصفح والمسامحة هم الأخوة نعم جميل جدا صراحة ونتمنى عن جد أنه كل الإخوان وكل الأسر سمعت هذا الحديث اليوم لحتى نظل دائما الألف والمحبة موجودة في هذا الزمن اللي كل عم بيحاول يبتعد أو يختار الجفا لابد أن نبقى متواصلين بإذن الله تعالى أنا أشكرك جدا كثيرا رحمة سعيد نصر نورة اليوم ودائما تضحفنا بحديثك الجميل كل الشكر لحضرتك وأهلا وسهلا فيك شكرا للمشاهدة